اشتركوا في القناة 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 وكنعملها التحت في القوالب قبل ما كان نزل عليها العاجين انتم لكم الخيار فمن بعد كان نعمروا هاد القوالب ديالنا طبعة الحال في حدود التولوتين لان خاصنا نخليولهم فيني تلعو خصوصا ان فيهم الخميرة بالنسبة الفرن على درجة حرارة 180 كان نسخنوهم من قبل ومني كان ندخلوهم كان نتسننو عليهم 1-15 دقيقة كيكونوا واجدين ما كنحلوش الفرن نهائيا إلا بعد ما كتدوز واحد العشرات ديال الدقيق إلا كنتوا بغيتوا مثلا هكذا تشوفوهم واشطابو أو ليلة ما تحلوش الفرن قبل من عشرات ديال الدقيق باش ما ينزلوش اللي يقوم بالنسبة اللمافن بمجرد ما كنحضروه ما كنخليوش يتسنن مباشرة كندخلوه الفرن وهذا كيكون شكل ديالهم بعد ما كيخرجوا من الفرن وكيف شفتو هادوك شرائح ديال السوري ميكعته جماليا اللمافن ممكن تعملوا أي حاجة انتوما عملتوها في الحشوة كغابيل ودبا غدي نشوفو ديال الحفيرة باش غدي نعمروها بالنسبة ليا أنا خديت طوماتسوري اللي لون ديالها أصفر انتوما لكم الخيار تخدمو باللي بغيتو عمل شوية ديال ديت الزيتون والزعيطرة وشوية ديال البودرة ديال التوم وكان صوتيهم غدي نسنعليهم حتى يتطرقو غير يتطرقو غدي نزولهم من المقلة بالنسبة للكريمة مشالية المقطع ديالها ولكن غدي نقول لكم أشنو درت في الكريمة خديت معلقة كبيرة ديال الجبن الأبيض عامرة أنا خدمت بجبلي زيت عليها واحد المعلقة ديال اليوغورت الطبيعي طربتهم مع بعض دياتهم زيت عليهم رشيشة خفيفة ديال الملح واللي بزار الأبيض وطربتهم مزيان وهما اللي عملتهم في الحفرة ونزلت فوق منهم طوماتسوريز وزينت بواحد العريش ديال الزعيطرة الطرية هدك يبقى اختياري ولكم الخيار بالنسبة لواحد نصيحة كتبقى بين قوسين اللي بغيتوا تحتافظوا بهذا المافن فأنا غالباً كنخدم غير بالزيت يعني مني كندخل المادة الدهنية في العجين ما كندخلش الزبدة بالنسبة ربع كاس ديال الزبدة ما كنديروش دائماً أنا غالباً إلا بغيت نحتافظ بالمافن كنخدم غير بالزيت المافن اللي كتكونوا مدخلين في العجين ديالهم الزيت بوح ديتو كتقدرو تحتافظوا بهم مدة مزيانة حسن من أنكم ديرو الزبدة إذن هذا هو الفرق في أنكم تخدموا بالزيت بوحدها أو للزبدة بوحدها أو للميلونج بيناتهم هم بجو سواء الزبدة أو الزيت كيعطوها شاشة المافن وكيجو خفاف بهم غير هو إلا بغيتوا تحتافظوا بهم مدة أطول ما الأفضل تخدموا بالزيت بالنسبة لوحد الإضافة بين قوسين بالنسبة للأخوات اللي مغاي بغيوش يعملوا السوريمي ومبغيينش يزينوا مثلا بطومات سوريز ممكن مثلا بين قوسين إلى خدمتوا بالقرعة الخضرة كتعملوا كباطوني في الجناب هذيك القرعة الخضرة اللي قلت لكم أنكم كتسوطوها وبالنسبة للتزيين ممكن تقطعوا القرعة الخضرة تختاروا ديك القرعة اللي كتكون رقيقة تقطعوها لشرائح دائرية رقيقة بزاف دهنوا بالزيت وترشوا بالملح والبصار ودخلوهم للفران فكيولي جناب ديالهم على شكل مروحة يعني كيولي الشكل ديالهم عشوائي وجميل هما ممكن أنكم توقفوهم فوق من هذي الكريمة كغابيل لأنكم دخلتوا القرعة في الحشوة هذو كيبقوا مجرد أفكار بسيطة وانتما ما شاء الله عليكم يعني ممكن أنكم تزينوا بالطريقة اللي كتفضلوا سمحوا لي أكن طول عليكم أحيانا في الشرح ولكن كان بغيين أعطيه هكذا بعض الجزئيات والتفاصيل خصوصة لأخوات المبتدئات كنتمنا أن الطبق ديال اليوم يعجبكم وانتظروا مني أطباق أخرى والجديد إن شاء الله إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا لوا لايك وبرتاش مواقعكم الإجتماعية ولا عندكم أي ملاحظات ولا بغيتوا مني أطباق بالتحديد خليوها لي بخانة التعليقات بنهاية الفيديو كنقول لكم شكرا لكم بزاف على المتابعة أستودعكم الله أحبتي في الله وإلى حلقة قادمة بإذن الله اشتركوا في القناة